السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التهيمة بدنية والدفاع عن نفس اليوم بدل الله وانتقي إثرار رقم الثنين وعيضاً رح نأخذ بعض المواضيع مفيدة بإذن الله لطرقنا لها في الفصل الدراسي الثاني رح نأخذ عليها بعض الإثراءات وتعلم مع بعض ونستذكر مع بعض بعض النقاط المهمة بإذن الله لكن قبلها رح نستذكر مع بعض بعض فوائد النشاط البدني مثل ما ذكرنا عشان إذا مرسنا النشاط البدني تجينا إن شاء الله بإذن الله بعض الفوائد نبني ستذكر مع بعض بشكل جداً سريع بتعزين رقم واحد نتقلنا رفع لياقة الجسم دائماً اللي يمارس النشاط البدني بشكل مستمر تكون لياقته عالية وما يشعر بالتعب أثناء اللعب وأيضاً رقم الثنين تقوي عندنا العظام والعضلات مثل ما ذكرنا حننا اللي يمارس النشاط البدني تكون عضلاته قوية وأيضاً عظامه تكون قوية إذا نتذكرنا بعض الفوائد تقلل بعض فرص الإصابة ببعض الأمراض وعندنا بعض الفوائد كثيرة تحسين المزاج وأيضاً تقوي العلاقة مع زملائك في المدرسة والآن ننتقل مع بعض إلى مواضينا بذل الله اللي رح نترغلها في الإثارة رقم اثنين مواضينا بذل الله فصل الدراسة الثانية والتحديد في إثارة رقم ثنين واحد الالتفاف والدورة حول المحور جسم الطولي والعرضي وأيضاً تطبيق القوس الماكوس في البداية رح نتكلم عن الالتفاف والدورة حول محور الجسم الطولي والعرضي ما هو الالتفاف حركة فيها لف الجسم حول محوره الطولي الذي يمثله العمود الفقري وأيضاً يمكن أدى حكث اللف الجسم حول محوره الطولي من أوضاع مختلفة واحد من وضع الوقوف وأيضاً من وضع الرقود ممكن أن أديها أدى الوقوف أو أيضاً من وضع الرقود على الظهر ضمن لف الجسم لفكم كل من العمود الفقري والرقب والأكتاف والحوض واليدان شجع الطلاب على لف أجسامهم لأكثر من لفة مع التحكم الجيد في الجسم شهد الآن لف الجسم من وضع طولي لشهد العمودي فراعين الوسط بدأ عمل ربع لفة بدأ الرجوع بعدها في الجسم بشكل عمودي وأيضاً الرجوع وبعدها عمل ثلاث أربع لفة بالقدمين شهد مرة أخرى وفعل قدمين فراعين في الوسط وبعدها لف الجسم نصف لفة ثم الرجوع مرة أخرى في المكان وأيضاً أخيراً عمل ثلاث أربع لفة أو حتى عمل لفة كاملة نبي الآن من الجميع يكون جاهز من الجميع يكون واقف الذراعين في الوسط نبي الآن نأديه ربع لفة ثم أيضاً الرجوع إلى المكان لقف صحيح القدمين يكون متجاورة الذراعين في الوسط جسم مستقيم وبعدها ثاني رقبتين بشكل جداً بسيط ثم لف الجسم إلى الجانب ثم الرجوع مرة أخرى إلى نفس المكان وبعدها ننتقل الآن إلى درجة أصعب عمل نصف لفة الآن ثم عمل نصف لفة ويكون الظهر إلى الخلف جميع جاهز مع بعض الذراعين في الوسط في الركبتين بشكل جداً بسيط ثم لف الجسم إلى الخلف ثم الرجوع مرة أخرى إلى الأمام ويمكن أيضاً نديها بشكل كامل لفة كاملة أو حتى أكثر من ذلك والآن ننتقل مع بعض إلى النوع الثاني وهو الدوران ما مقصود في الدوران 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 هو حركة يتم فيها تدوير الجسم حول محوره العرضي أو الأفقي ويمكن أدى حركة الدوران للجسم حول محوره العرضي من أوضاع مختلفة مثل التعلق والجلوس على أربع مثل ما ضح أمام كلان في الطفل التعلق أو الجلوس على أربع على القدمين وعلى اليدين ثم عمل الدوران ويمكن عاماً ربع أو نصف أو حتى دورة كاملة حول المحور العرضي للجسم إذا حركة الدوران الجسم بشكل صحيح يتم اتباع خطوة تالية واحد تبدأ من وضع الوقوف والذرعان عالياً أماماً فهذا الآن الوقوف الذرعان تكون أماماً عالياً وهذه الخطوة الأولى ثانياً ثاني الجذع للأمام ولأسفل مع وضع اليدين على الأرض لحظة الآن نزول بشكل بسيط ثم حتى الوصول الذرعين على الأرض ثالثاً ثاني ركبتين مع تحدد بالجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الداخل ملامس لساطح الأرض فهذا الآن ملامس أرض يكون من الرأس إلى الداخل وهذه الخطوة الثالثة دوران الجسم بالكامل ثم الوقوف على القدمين واستقامة الجسم فهذا الآن دفع الأرض بالقدمين ثم عمل الدوران بشكل كامل حتى وصول القدمين على الأرض ثم الوقوف بشكل كامل والخطوة الأخيرة نشاهد الآن بشكل كامل وقوف وبعدها ذرعين الأمام وبعد النزول حتى وصول ذرعين الأرض وبعد دفع الأرض بالقدمين والدوران حتى وصول القدمين للأرض ثم الوقوف بشكل كامل نشاهد الآن مع بعض ما نقدر توضيح وضع طريقة الأداء الصحيح لمهارتنا الدوران الوقوف الزراعين عالياً ثم إلى الأمام ثم النزول حتى وصول الزراعين للأرض ثم دفع الأرض بالقدمين والدوران حتى الوقوف بشكل كامل نشاهد مرتين أخرى، درعين الأعلى ثم النزول إلى أسفل ولمس المرتبة الرياضية ثم دفع الجسم بالقدمين والوقوف بشكل كامل وننتقل إلى موضوع الثاني وهو تطبيق القوس المعكوس يعتبر تخوص الجسم من مهارات الثبات والاتزان نحن نكون فيها ثبات والاتزان وعدم السقوط وعدم الحركة من المكان يطلب دعم الجسم بقاعدة ارتكاز مناسبة طبعاً هنا قاعدة ارتكاز تكون اليدين والقدمين حيث تمثل اليدان والقدمان قاعدة ارتكاز مستقرة للجسم وهو في وضع التقوس ولابد من توفير عوامل أمن السلامة وهي واحد، لابد من توفير مرتبة رياضية لابد يكون في مرتبة رياضية في مهارتنا عشان نقدر نطبق القوس المعكوس وأيضاً طرح توفير مساحة خالية حول المرتبة الرياضية دائماً نحرص تكون مساحة حول مرتبة مساحة خالية لعدم ارتطام الطالب في الأدوات المجاورة للمرتبة الرياضية وأيضاً ضرورة القيام بالإحماء وتهية الجسم لتجنب الإصابات الناسجة عن عدم التسخين وأيضاً رابعاً ضرورة توفير الشخص لديه الخبرة أثناء أداء المعارة وأخيراً مراعاة ارتتاء الزي الرياضي المناسب ويتم تقوّس الجسم وفق القطوات التالية عشان نقدر نتقنها بشكل صحيح لأبد من اتباع الخطوات التالية واحد من وضع الاستلقاء على الظهر والذراعان مثنية لحظة الآن على الظهر والذراعان تكون مثنية ممتازين اثنين الكفان على الأرض بجانب الرأس وركبتان مثنيتان والقدمين على الأرض لحظة الآن ركبتكم مثنية والقدم تكون على الأرض ثالثاً يبدأ التقوّس بمد الذراعان والركبتان اللحظة نشهدنا الآن رفع الجسم بمد ركبتين والذراعين استعداداً لتقوّس الجسم بشكل كامل رابعاً يرتفع الحوض هذه منطقة الحوض إلى الأعلى مثل موضحة مامكوناس وتطفل إلى الأعلى للوصول إلى وضع التقوّس والثبات في هذا الوضع لعادة من الثواني نشهدنا الآن عمل التقوّس والثبات لهذا من الثوم الخمس إلى سبع ثواني نشهد الآن ما أريد أن توضيح وضع طريقة الأداء الصحيح وجود المثبه الرياضية وجود المعلم المساعدة وأيضاً تطبيق القوس المعكوس والوقوف والثبات على القدمين واليدين نشهد مرة أخرى رفع الجسم وتطبيق القوس المعكوس باستخدام والثبات والاتزان على القدمين واليدين والآن ننتقل مراجعة بسيطة على درسنا اليوم لدينا العبارة الأولى والسؤال الأول أي من الصورتين تمثل مهارة دوران الجسم حول محوره العرضي عندنا صور رقم واحد وعندنا صور رقم اثنين أي منهما تمثل مهارة دوران الجسم ممتازين أبطال يصور رقم واحد منذكرنا دوران الجسم بشكل منذكرنا حول محوره العرضي ثنين سؤال الثاني صح وخطأ يعتبر تغوث الجسم من مهارات الثبات والاتزان لهذه العبارة الصحيحة أم خاطئة ممتازين أبطال تعتبر من العبارات الصحيحة كذي أصدقائي صحيحة انتهينا وتعرفنا على درسنا اليوم لكن نستذكر مع بعض عندنا خذنا اليوم لف الجسم حول محوره الطولي وأيضاً العرضي وأيضاً تكلمنا عن تطبيق القوس المعكوس وذكرنا النقاط جداً مهمة في مهارتنا وهي عوامل أمن واستلام أن نسترجع معها بشكل جداً سريع تكلمنا حنا وجود المرتبة الرياضية مثل ما شاهدنا في مقطع الفيديو وأيضاً تكون مساحة خالية حول المرتبة وأيضاً وجود المعلم أثناء تطبيق المهارة وأيضاً ارتداء الزي الرياضي المناسب وخيراً قيام باللحمة الجيد تهيئات الجسم إن شاء للجميع استفاهة تطبق معنا المهارة يعطيكم العافية جميع على حسن نصاتكم وستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته